شكوى إيران الأساسية من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان أنها تتدخل تؤجج التظاهرات في داخل إيران تنقل الطائرات المسيرة وتركب في الداخل الإيراني وتستخدم على أصفهان مثلا وعدد من النقاط العسكرية الكثير من الاتهامات هل تعتقد بما أن هذه مسألة الحدود صعب ضبطها إقليم كردستان الحكومة العراقية بحاجة إلى موافقات وتنسيق هل تعتقد بأن العراق عليه أن يفكر بالحل الذي اقترحه الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب مع الحدود مع المكسيكلا وهو وضع حائط وحائط كبير وننهي هذه المسألة وإن كان الفارق كبير بين الولايات المتحدة والعراق لكن ألا تعتقد هو قد يكون مشروع جيد لضبط هذه الأمور وإنهاء هذه الاتهامات وسيكون من الصعب التخيل أن هذه الأمور تحدث مرة أخرى ما رأيك بذلك؟ هذا موضوع حساس وأقولها أيضا بلا تردد وأنا أعلم أنه قد يثير غضب البعض ولكن الأمانة العلمية تقتضي ذلك كلمة جدار إلها bad connotations بمعنى دائما تذكر بنماذج سلبية مع أنه الجدار طبيعي السور الواقي نقول الجدار الذي يمنع الأعداء الصين السور الصين العظيم كان لهذه الغاية معركة الخندق في التاريخ العربي الإسلامي بصرف النظر كيف التفاصيل ولكن الموانع الموانع التي تعزز ما هو موجود على التبغرافية أو تستبدله دائما يتم اللجوء إليها ولا غضاضة بذلك يعني لا يجب أن تكون مشكلة الآن سياسيا مثلا بالمطقة بالشرق الأوسط قامت الدنيا ولا امتقد وما زالت على قضية الجدار العازل في الضفة الغربية رئيس شارون رئيس وزراء إسرائيل الذي كان صاحب هذه الفكرة حكمت حتى الحاكمة الدولية بعدم قانونية هذا الجدار ولكن من ناحية الأمنية أدى إلى انخفاض العمليات التي تقول إسرائيل بأنها تؤثر على أمنها بصف النظر بعيدا عن هذا النزاع كل يوم وأي تسيس له أقول بمشكلة المخدرات والعصابات في أمريكا جنو أمريكا بايدن الآن بدأ يعترف وهناك تغييرات قادمة حتى في إدارة بايدن في السنة الأخيرة لأنه ستسقط الديمقراطيين في الانتخابات هذه المسألة تبين أنه بالفعل أنت بحاجة إلى جدار ولا مشكلة على الإطلاق يا عزيزي أن تقوم العراق بالطلب من إيران تعالوا معا نبني جدارا لأي حد من هذه التدفقات وأنحل هذه المشكلة وتكون بادعة حسنية قد يكون هذا المخرج ولا أعتقد أن هناك أي غضاضة له ولكن أخشى ما أخشى أن النظام ملالي سيعود ويقول هناك درونز كردية عراقية تنطلق من داخل الأراضي العراقية فوق الجدار العازل اشتركوا في القناة